في هذه الحلقة نتناول حديث عن مديرية شرطة محافظة جنين هيكلية فروحة ومهمات التي تقع على عاطق الشرطة في المحافظة وإنجازات المديرية خلال هذا العام ويصرنا أن نصديف في هذه الحلقة مدير شرطة محافظة جنين العقيد باسم واكد الجيوسي أهلا وسهلا بك أخي محمود حيات الله عبر شاش التلفزيون فلسطين وبشر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك وبتلفزيون فلسطين بنرحب فيكم في مديرية شرطة محافظة جنين وإحنا سعيدين جدا بهذا اللقاء الشيك متمنين توفيق في لقائنا وأهلا وسهلا فيكم في مديرية الشرطة شكرا إليك في البداية تعطينا مقدمة كمدخل عن هيكلية مديرية الشرطة وفروحة في المحافظة نعم أخي محمود مديرية شرطة جنين هي مديرية من 11 مديرية في محافظات الشمال تتكون من 22 إدارة بما مجموعة 500 ضابط وفر يتولون مهام متعددة بتخصوصات متعددة كما يوجد 11 مركز شرطة 10 مراكز موزعة تخدم ما يقارب 83 تجمع سكاني يوجد لدينا مركز الشرطة المتنقل ويقدم خدمات في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى مديرية الشرطة يتولاها مدير شرطة محافظة ونائب مدير شرطة محافظة بالإضافة إلى 22 إدارة وال11 مركز نعم يعني أنتم كسلطة تنفيذية ما هي المهمات وأبرز المهمات وأهمها التي تقع على عتقكم في تطبيق القانون نعم أخي محمود مديرية شرطة جنين قضاك شرطة المحافظات لديها الكثير من المهام التنفيذية والخدمات الاجتماعية بكافة أشكالها الإدارات ومراكز الشرطة تتولى تنفيذ الكثير من المهام وخاصة الأوامر التي تصدر عن القضاء سواء أوامر الحبز أو القبض أو المذكرات الإحضار وما شابه لتنفيذ القانون في كافة أنحاء المحافظة لدينا الكثير من المهام ويوجد الجانب التوعوي وهو الأهم بعملنا حيث يتم التركيز عليهم من بداية كل عام نكون بعداد البرامج التوعوية لكافة الإدارات المتخصصة على خدمة مدارس المحافظة المؤسسات المجتمع المحلي بكافة التجمعات النسوية والتجمعات السكانية التي يحاجي لتوعي في أماكن يمكن تكون بعيدة عن مدينة الجنين نحن نقدم على مدار العام الدراسي لكافة المدارس تقريبا برامج توعية بتخصصات متعددة منها ما يخص الجرائم الإلكترونية ما يخص حماية الأسرة ما يخص آفة المخدرات وما شابه من قضايا تعني الكثير لدى المواطن ولها الأهمية نبدأ من حيث انتهيت إدارة مكافحة المخدرات وهي طبعا التي تواجه ظاهرة خطيرة وآفة دخيلة على المجتمع الفلسطيني لو تحدثنا عن إنجازات هذه الإدارة خاصة في ما يتعلق بعمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والاتجار بها نعم أخي محمود محافظة الجنين أنا بحبة طمن أهلنا بمحافظة الجنين لا تعد المحافظة الأكثر انتشار لآفة المخدرات مقارنة بمحافظات أخرى يمكن تكون النسبة أعلى بوجود آفة المخدرات فيها لكن إحنا في محافظة الجنين نعمل بجد لمكافعة هذه الظاهرة الدخيلة التي ربما يكون الأساس في ترويجها هو الجانب الإسرائيلي الذي يعمل دائما على أنه يستهدف هذا الشعب بهذه الآفة الخضيرة ليحرف بوصلة النضال إلى دخولنا بآفة المخدرات إحنا نبذل الجهد والجهد الكبير للتخلص من هذه الآفة والحفاظ على عدم انتشارها بنسب عالي يمكن نعمل جاهدين على أنه نعمل على تخفيض نسبة المتعاطين نعمل على محاربة تجار الدم تجار المخدرات الذي يهمهم فقط جمع الأموال ولا يهمهم المواطن مهما كانت النتائج الخطيرة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة إحنا في محافظة الجنين كان لدينا حكم قضائي 15 عام وغرامي 10 ألاف دينار على أحد تجار المخدرات وتم إصدار ثلاث أحكام على ثلاث من مروجي أو تجار المخدرات بأحكام 10 سنوات و10 ألاف دينار وثلاث بحكم خمس سنوات وغرامي مالي خمس ألاف دينار نعمل وطبعا هناك العديد من الأحكام من ثلاث شهور إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح ما بين الألفين دينار وما حول حسب الجريمي نعم نعم وهذا هو آخر مرسوم صدر من فخامة السيد الرئيس لمكافحة هذه الظواهر واتخاب أقصى العقوبات بحق مروجي المخدرات لما لهذا الموضوع من أهمية عند كافة المؤسسات الأمنية نعم هناك أيضا نقطة أود الإشارة إليها وهي انتشار ظاهرة المخدرات أو تركيز تجار السموم والموت على المدارس على المدارس الثانوية والتدائية الأساسية هل هناك ركابة مشددة فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية حديدا نعم نحن لدينا برامج توية في كافة المدارس ونعمل جاهدين على تحذير أبنائنا الطلبي من التعامل مع هذه الأشخاص يمكن يكون مبالغ إلا أنه نطالب أبنائنا الطلبي باتخاذ أقصى درجات الحضر بعدم التعامل مع أي شيء غريب يمكن يعرض عليهم أي حدا ما بيعرفوه فأنا يعني بتوجه لطلبتنا بعدم التعاطي مع مين ما كان مع أي شخص مش معروف لديهم أنهم يخذوا منه أي شيء كان إذن تبليغ عن أي حال مشبوهة رب الله نعم نعم لدينا لدينا الكثير من الطلبي يتعاونون بشكل رائع مع إدارة مكافحة المخدرات بالاتصال بنا أو إعطاء المعلومة عبر ثقتهم لثقتهم بجهاز الشرطة وتعاملهم بشكل يومي مع إخواننا بالعلاقات العامة والإدارات المتخصصة التي وصلت لكل طلالنا بكل مدارس المحافظة فيوجد تعاون جيد من الهيات التدريسية ومن أبناءنا الطلبي بيعملوا على مكافحة هذه الآفة ومروجينها نعم يعني إدارة أخرى لا يكون دورة أهمية عن دور إدارة مكافحة المخدرات وهي إدارة المباحث كمساند وأيضا لا ننسى القسم المختص بالجرائم الإلكترونية نعم أكيد محمود نحن لدينا إدارة إدارة المباحث العامي وهي إدارة فعالة وإدارة مهمة وإدارة لها باع كبير في إنجاز الكثير من القضايا على الكثير من المستويات سواء على مستوى الجريمة أو على مستوى السرقات كشف الكثير من القضايا السرقات الكثير من القضايا المتخصصة بالجرائم الإلكترونية عملت على كشف المباحث عندها تقريبا 960 قضية تم الكشف عن 340 قضية بتخص الجرائم الإلكترونية نحن الجرائم الإلكترونية لدينا قسم متخصص بإمكانيات رائعة بتخصص شباب متخصصين بالجرائم الإلكترونية تم إنجاز الكثير من القضايا على مدار العام كما ذكرت 340 قضية تم إنجازهم بقسم الجرائم الإلكترونية قسم الجرائم الإلكترونية بالإضافة لتعامل مع القضايا إلا أنه يكون بدور كبير بجهود جبارة للوصول لكافة المؤسسات بالوصول لأبنائنا الطلبي وتحذيرهم من الوقوع بهذه الاتقل الخطورة عن آفة المخدرات لأن الجرائم الإلكترونية لها مدار وإحنا مجتمع محافظ وينتج عنها قضايا الإبتزاز وبالذات بناتنا خواتنا يمكن نحن حد يجرنا لخطأ نرتكبه وفيما بعد يتم الإبتزاز ممكن نوجه لهم كلمة أنه خصوصا ما يتعلق بالفتيات أنه ما يخضعوا لهذه الاتقلات نتوجهوا مباشرة للشرطة بدون أي خوف نعم أخي محمود نحن نهيب بناتنا وخواتنا ومهاتنا ونسائنا أنه نحن لا عاد في خوف يمكن إحنا كلنا بنخطئ وخير الخطأون التوابون هذا موضوع الجرائم الإلكترونية أو الابتزاز الإلكتروني والوقوع بخطأ معين يمكن علاجته بطريقة سهلة فأنا بناشدهم أي حدا بتعرض لأي عملية ابتزاز التوجه لقسم حماية الأسرة لدينا قسم متخصص بالإضافة لقسم الجرائم الإلكترونية لدينا قسم حماية الأسرة يمكن اللجوء له وهذا القسم يعمل بسرية تامة يتعامل بحضر ويتعامل بأمانة ومصداقية عالية لأبعد الحدود يمكن نحل الموضوع بطريقة ما يكون فيها ضرر على أي شخص كان من كل الجنسين وهذا التعرض للابتزاز هو حدث مع الجنسين تحدثت عن إدارة حماية الأسرة طبعا هذه الإدارة أكيد على عادتها مهام فقيلة أهم الأدوار التي تؤديها هذه الإدارة والرسالة عبر الخدمات التي تقدمها للمواطنين نعم أخي محمود إدارة حماية الأسرة هي إدارة متخصصة بالأسرة والأحداث هي إدارة حماية الأسرة والأحداث يعني أخذت جانبين جانب حماية الأسرة والجانب الآخر هما الأحداث في الأقل من 18 عام هذه الإدارة لها أهمية كبيرة تساوي إدارة المباحث وإدارة المكافعة لما لهذا الموضوع من أهمية أخي محمود إحنا يعني هذه الإدارة تعالج الكثير من المشاكل أحيانا المشاكل الزوجية أو الاعتداءات من قبل الأزواد من كل الطرفين تعمل على حل الإشكالات بالطريقة التي تحفظ وتعمل على حماية الأسرة وحماية الروابط الأسرية بحيث يتم حل الموضوع في هذه الإدارة من خلال أخصائيين وإلنا أخوات زميلات لأنها برتب مختلف في قسم حماية الأسرة يتم التعامل من قبلهم مع الأخوات لعمل ما يلزم لحل أي إشكالية تقع ما بين الأزواج ما بين الأهل ما بين الإخوة والأخوات يعني كل ما يخص الأسرة الواحدة يحل بداخل هذه الإدارة بنطاق الإدارة ولكن إذا أصرت طرفين على أنه يستمروا بالقضاء لا مانع لدينا من تحويل الملف لدى النيابة وبالنيابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أما إذا كان بالإمكان بخلال وجودهم بإدارة حماية الأسرة ممكن تحل الإشكاليات برعاية متخصصين بالعمل على حماية هذه الأسرة من التفكك والعودة إلى الأسرة الواحدة ومن ثم إكمال المسيري الحياتي بالنسبة للأحداث كمان نعمل بهذه الإدارة على حماية كل من أعمارهم لا تتجاوز الثمانية عشر عاما نعمل على توعيتهم نعمل على الحفاظ عليهم نتعامل معهم بالقانون على أنهم أحداث طبعا لدينا الكثير من الأحداث التي يمكن أن يرتكبوا بعض الأخطاء سواء اشتركوا بجرائم معينة بصريقات هذا للناس نتعامل معهم مع نيابة الأحداث ننزلهم على نيابة الأحداث ومن ثم يتم العمل ضمن القوانين في صلب الموضوع ذاته في القوانين الأخيرة كان هناك ظاهرة خطف الأطفال انتشرت حولها الكثير من الإشعاعات نريد من حضرتك توضيح حول هذه الإشعاعات المتعلقة بظاهرة خطف الأطفال نعم أنا بطمئن أهلنا بمعافظة جنين هذه الإشعاعات أنا بأكد أنه لا صحة لها نحن عملنا على إجراء بحوثات وتحريات عن هذا الموضوع فلقينا أنه معظم الحالات اللي قيل عنها إنها عمليات خطف هي كانت إما من أب حب يشوف أبنائه لخلاف ما بينه وبين طليقته لأنهم الأولاد في بعض الأحيان وكثير من الأحيان بيكونوا بحضانة الأم فبيكون بينهم خلاف معين على إحضارهم يشوفهم فيروح للطرقات يلجع للطرقات أو للمدارس أو للدكان أو لأي مكان يشوف ابنه فيه فبيشيله عشان يأخذوا يشوفوا بهالسيارة فهناك بيصير أنه حدا خطف طفل بالإضافة إخي محمود وأنا بحذر إخواننا المواطنين بعدم التعامل مع هذه الإشاعات لأن الاحتلال في بعض الكرة وبعض المحافظات تعامل بنفس الوتيرة يوحي للناس أنه فيه عمليات خطف بيمروا حدا بسيارة ممكن ينادي على طفل أو ينادي على صغار السن على أنه بده يخطفهم بس هو ما فيه عملية خطف هي بس عملية علشان نقول أنه ما فيه أمن أن تكون ثقتنا بالأمن ضعيفة ممكن الناس تكون لو فيه أمن لكان ما تصرفوا هيك هي كانت الهدف هي محاربة المستوى الأمني في بعض المحافظات لإثبات للآخرين بدول معينة أنه الجانب الفلسطيني غير قادر على حفظ الأمن وليس لديه أمن إحنا بنأكد أخي محمود أنه إحنا أجهزتنا الأمنية بخير إحنا متابعين إحنا عنا يوميا من الساعة السابعة وحتى الساعة الثامنة شرطتنا بتكون موزعة على معظم مدارس المحافظة كمان بنرجع من الساعة 12 ونص وحتى الساعة ثنتين ما بعد الظهر لحماية أبنائنا وبناتنا من العبث حتى لو كان مش موجودة هذه الظاهرة إلا أن نتعامل مع الموضوع بجدية تمام أيضا هناك إدارة مهمة وهي إدارة أمن الشرطة هي بالتحديد طبعا من الإدارة المهمة التي تتابع وتراكب عن كثب أداء مرتبات الشرطة في المحافظة تحدثنا عنها نعم أخي محمود إدارة أمن الشرطة هي إدارة متخصصة لديها الخبرات والإمكانيات نحن بجهاز الشرطة نخضع للمسائل والمحاسبة والعقاب ولدينا الثواب كمان فيه عقاب وفيه ثواب نحن أي حد يختار من مرتبات الشرطة سواء بحق زملاء بحق بعضهم أو مرتباتنا بحق إخواننا وأهلنا المواطنين نحن نتقبل شكاوي المواطنين علينا مني كمدير شرطة إلى أصغر رتبي في مدرية شرطة المحافظة نخضع للمحاسبة والمسائلة في إدارة أمن الشرطة سواء بالفرع في جنين أو بالإدارة العامة في رحم الله تم الكثير إحنا بشكل يومي حتى إذا كان هناك شكاوي من قبل المواطن المدني بحق الشرطة نعم إذا كانت شكاوي من المدني ومن العسكري فهذه الإدارة تعمل كما يعمل قسم التحقيق إفادات تقديمه لمحكمة أخذ الإجراء القانوني بحقه حسب النص القانوني لدينا القانون ليحكم العلاقة ما بينه وبين المواطن ما بينه وبين زملائنا في المدرية الشرطة وتم محاسبة كل من أخطأ بحق أي مواطن أو بحق زميل حتى نتمكن من الحديث عن موضع أكثر من نتحدثنا عن الشراكات الشراكة مع المؤسسات ومؤسسات المجتمع المحلي وقسم العلاقات العامة في الشرطة وعملية تنظيم العمل التوعوي لكافة الدوائر نعم أخي محمود لدينا إدارة متخصصة اسم إدارة العلاقات العامة والإعلام تتولى التنصيق والترتيب لقاءات بالمجتمع المحلي عمل شراكات مجتمعية على كافة الأصعدي سواء المؤسسات النسوية أو المؤسسات المجتمع المحلي بكافة أشكالها بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم لنا معها شراكة وشراكة قوية وعلى مستوى جيد بكل البرامج التوعية العلاقات العامة تقوم بمهام اجتماعية مشاركة بكافة المناسبات والاحتفالات بكافة الفعاليات بالمحافظة بكرة المحافظة بالمدينة ولديها الكثير الكثير من برامج التوعية والشراكة مع المجتمع المحلي سيارتك نختم بالكزم الأهم وهو كزم هندسة المتفجرات طبعا من أهم الأقسام في مديرة الشرطة تحدثنا عن إنجازاته أولا إمكانياته وإنجازاته نعم أخي محمود لدينا طاقة متخصص قسم هندسة المتفجرات ولديهم الإمكانيات الرائعة أثبتوا بجدارة قسم إدارة المتفجرات له بصمات كثيرة الاحتلال في معظم مناطقنا الفلسطينية يترك وراءه بعد كل عملية منذ احتلاله لهذه الأرض وهو يترك وراءه الكثير من الأدسام الغريبة والأدسام المتفجرة فإحنا بنهيب بإخواننا المواطنين عدم التعامل مع أي جسم مهما كان إبلاغ مديرية الشرطة على رقم 100 وإحنا بنبعث هذه الإدارة المتخصصة للتعامل مع هذه الأدسام ولدينا الكثير من إبطال مفؤول الكثير من الأبوات سواء الأبوات القديمة من الحروب السابقة أو اللي ما يتركوا الاحتلال من مخلفاته أثناء اجتياحاته نبقى لنا إلا أن نشكرك العقيد مدير شرطة محافظة جينين عقيد باسم وكد الجيوسي على هذه المشاركة كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبلة للقاء ترجمة نانسي قنقر